اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الداعي الى سبيله ورضوانه اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى اصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله واستنى بسنته وصار على منواله اما بعد ايها الاحبة الكرام فهذا هو مجلسنا السادس في شرح صحيح القصص النبوي ونحن لازلنا معكم في سرد ما جاء في قصة جريج العابد التي تضمنت خوارق عظيمة تتمثل في انه لم يتكلم في المهد الا ثلاثة اولهم عيسى بن مريم والثاني غلام برأ جريجا والثالث سيأتي ان شاء الله اذ برأ الله به امة مظلومة قيل لها سرقت وزنيت وهي لم تفعل وصلنا معكم الى غاية الان الى ذكر ثنتي عشرة فائدة واليوم ان شاء الله نواصل سرد الحديث وما جاء فيه من حكم واحكام واحكام وفوائد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا هذه القصة فدعته فابى فعندئذ اتت رائي غنم كان يؤوي غنمه عند اصل صومعة جريج فامكنته من نفسها فولدت غلامة فقيل لها من هذا فقالت انه ابن جريج ابن صاحب هذا الدير وطبعا رأينا انها ضخمت في التهم حيث قالت انه نزل الي وزنى بي وغير ذلك مما اتت به من البهتان يواصل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فأتوا صومعته فكسروها وهذا اختصار ايضا وان لا فمجموع الروايات الروايات الثابتة عند الامام احمد رحمه الله وعند غيره انهم رفعوا امره الى الملك فاخبر الملك بامره ان جريجا فعل كذا وكذا فقال اذهبوا فأتوني به واصلبوه فجاء الناس يهرعون اليه يريدون ان يأتوا به الى الملك فصاروا ينادونه وهو لا يكلمهم لماذا يكلمهم انه لم يكلم امه التي دعته فلماذا يكلمهم تقول انهم اتهموه هو لا يعلم بشيء من هذا هو لا يعلم ان ثمت امرأة جاءت الى راع غنم فما امكلته من نفسها فولدت غلاما ثم سألها الناس من هذا قالت انه ابن جريج هو لا يعلم شيئا من ذلك لا يعلم ان اهل تلك القرية ذهبوا الى الملك فاخبروه ورفعوا امره اليه فقال اتوني به واصلبوه لا يعلم شيئا من ذلك هو غافل عما يفعلونه وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى في ذنب الذين يقذفون من المحصنات مؤمنات الغافلات او تدري ما معنى الغافلات الغافلات هن اللاء يغفلن عن المعصية اي المعصية لا تردوا في اذهانهم لا تردوا على خاطرهم هو ايضا غافل عن المعصية فعندئذن عندما لم يكلمهم ظنوا انه يريد الفرار وانه يلوذ بالهروب فاتوا بمساحيهم وفؤوسهم وبدأوا يكسرون اصل الصومع وهو يعبد ربه في تلك الصومع اذا به يسمعوا صوت تلك الفؤوس وتلك المساحي تهدم الصومع فخرج عليهم فقالوا وي لكم ما تفعلون وي لكم ما تفعلون فقالوا انك فعلت وفعلت فلما رأى منهم انهم عازمون على هدم الصومع تدلى بالحبل كما في رواية احمد تدلى بالحبل ونزل اليهم ما لكم تفعلون هذا قالوا انك زنيت بفلانة وحبلت منك أي حملت منك فضربوه كما في رواية عمران بن حسين رضي الله عنه ضربوه بل طافوا به في القرية طافوا به ما في القرية جعلوه على حمار هو وتلك المرأة وطافوا به في القرية يشهرون بأمره واتوا به طبعا الجميع يقول ايها المرائي ايها المخادع ايها المرائي ايها المخادع ثم اتي به الملك فقال الملك يا جريج قد خدعتنا كنا نظنك راهبا كنا نظنك امينا فاذا بك زنيت بهذه المرأة حتى حبلت منك عندئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال تولوا عني ابتعدوا قليلا عني ما الذي سيفعله ما الذي سيفعله جريج فدعى بوضوء ماء فدعى بوضوء وتوضأ يريد الصلاة وهنا نقف عند فائدة هي الفائدة الثالثة عشرة ان شاء الله ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة واتبهوا جيدا تعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال تبعث امتي يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء لان الناس يوم القيامة لا حصر لهم ولا حصر لعددهم قالوا له كيف تعرف امتك من بين سائر الامم فقال عليه الصلاة والسلام انهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء الغرة تكون في الرأس غرة الفارس بياض يكون في رأسه في وجهه والتحجيل يكون في الاطراف في اليدين وفي الرجلين الفارس اذا رأيته ابيض في رأسه وفي اطرافه فهو اغر محجل يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامة يوم القيامة بالخيل المحجلة في الاطراف بالبياض والتي لها غرة بياض في الرأس يعرفها يعرفها علامة هذه الامة ذلك النور الذي يبدو على وجوههم وعلى اطرافهم هذا الحديث ظن بعض اهل العلم انه يدل على ان الوضوء من خصائص الامة كما ذكر ذلك النووي رحمه الله قال بعضهم ان الوضوء من خصائص هذه الامة اي لم يشرع الوضوء لامة من الامة وهذا في الحقيقة خطأ لماذا في حديث جريج وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لن فتولوا عني فتولوا عنه فدعى بوضوء فتوضأ يريد الصلاة اذا دل هذا على ان الوضوء قد عرف قبل هذه الامة وان هناك امما شرع فيها الوضوء بل يدل على ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يقص علينا خبر هجرة ابراهيم عليه السلام مع زوجه صارة وصارة كما في مستدرك الحاكم اوتيت شطر الحسن صارة هي جدة يوسف عليه السلام هي والدة اسحاق واسحاق والد يعقوب ويعقوب والد يوسف يوسف الله تعالى رزقه ذلك الجمال ذلك البهاء من جدته صارة اجمل نساء الارض على الاطلاق يدخل بها ابراهيم مصر ارض مصر هاربا من ارض كنعان اويا الى ربه فاذا وكان في القرية ملك من الملوك جبار من الجبابرة فتحدث الناس عن جمال صارة فقالوا لقد دخل القرية رجل معه امرأة هي اجمل نساء اهل الارض فبلغ خبرها الملك الجبار فدعا بهما تعالى يا ابراهيم عليه السلام قال لي صارة انه ليس احد في هذه الارض يقصد ارض مصر مؤمن غيري وغيرك وانه سألني عنك سيسألني عنك فاقول اختي هي زوجته ساقول اختي وانك لأختي في الله يعني ليس امرأة هناك مؤمنة غيرها هذه اختي في الله اذا ما من زوجة الا وهي في الاسلام اخت زوجها اذا فهو يستعمل المعارض يستعمل المعارض وفي المعارض مندوحان الكذب لا يحل لنا ان نكذب ولكن نستغل فسحة تعالى المعارض ونكني بالشيء عن غيره فمثلا ترون انسان يسألك يقول لك من اين انت لو اخبرته ببلدك ربما كانت بينه وبينهم عداوى لقتلك او اذاك يقول لك من اين انت يقول لك من ماء كأن هناك قرية اسمها ماء من ماء فهو يفهم انك تنتسب الى تلك القرية وفي الحقيقة انك ما كذبت كلنا من ماء لو سألك انسان قال لك من انت قلوا عبد الله لا تريد ذكر اسمك قلوا عبد الله وانت فعلا عبد لله فهذه التورية المعارض فيها مندوحة عن الكذب حتى لا نكذب وفعلا هي اخته في الله عز وجل فسأله الملك من هذه قال انها اختي لانه لو قال زوجتي لا يستطع الملك ان يصل اليها الا بقتله فيقتله لكن لما قال اختي هذه يصل اليها من بابه فعندئذ اراد الملك ان يدنو من سارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقامت وتوضأت فقامت وتوضأت لتصلي قبل ان تدخل عليه قامت فتوضأت سطر على كلمة توضأت مما يدل على ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة بل عرفتها الامم قبلنا الوضوء شريعة لمن قبلنا وشريعة لنا وهذا يدل على فضل الوضوء زد نقف عند فائدة اخرى وهي الفائدة الرابعة عشرة الا وهي فضل الفزع الى الصلاة وما احوج الامة ان تفزع الى الصلاة فانها الصلة بينهم وبين ربهم فضل الفزع الى الصلاة يظهر لنا من قوله صلى الله عليه وسلم قال جريج فتولوا عني فتولوا فتوضأ وصلى سارة عليها السلام نراها ايضا قامت تتوضأ وتصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنة ابي داود وغير عن سهيب الرومي سهيب الرومي نسبة فقط لانه عاش مع الروم وانه فهو عربي عن سهيب الرومي رضي الله عنه قال كانوا اذا فازعوا فازعوا الى الصلاة وفي مسند الامام احمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر اي اذا غمه امر وركبه اذا حزبه امر صلى فزع الى الصلاة ومن اجل ذلك شرعت لنا صلاة الكسوف والخسوف صلاة الاستسقاء صلاة الاستخار صلاة الحاجة كل هذا فزع الى الصلاة اذا اهمك شيء فافزع الى الصلاة ركعتين يكشف الله بها عنك غمك ويزيل بها عنك همك عملا بقول الله سبحانه استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين على المسلم ان يرجع دائما الى الله عز وجل من هذا الباب من باب الصلاة ومن عجيب ما يحكى من قصص الاولين ما رواه ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق ان رجلا صالحا كان يريد ان يسافر من بلدة الى اخرى فذهب الى صاحب البغال والحمير مثل النقال اليوم مثل انسان صاحب النقل قديما كان انسان يشتغل ينقل الناس يحملهم يحمل على بغاله وحميره بضاعة الناس نقل تدفع له اجر فينقلك حيث شئت فهذا الانسان الصالح قال اتنقلني الى البلدة الفلانية قال نعم فراكب وبدأ يسير خلفه فنزل ذلك الناقل نزل الى بطن واد عندئذ قال الان اقتلك واخذ جميع مالك فقال الرجل الصالح لماذا لماذا ما فعلت لك شيئا قال لابد من قتلك وان اخذ مالك كما قتلت قبلك هنا اذا فهو هذا مجرم فعلم انه لا ملجأ من الله الا اليه من اين نالجوا الى الله حتى يكشف عنا كربنا ويضيئ لنا ضربنا من باب الصالح قال اتأذن لي ان اصلي ركعتين قبل ان تقتلني فقال نعم وتعجل قال فكبرت واردت واردت ان اقرأ ما معي من القرآن فلم اتذكر شيئا الا قول الله سبحانه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وبدأت اكررها امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء حتى سمعت صوته يستعجلني يعني غاول اسرع قال فسلمت فلما سلمت اذا بي اجد الرجل صريعا قد دخل سهم من هنا خرج من هنا فأردت ان اعرف من اين جاء هذا السهم فالتفت فاذا بي رجل عليه ثياب بيض وشعره شديد السواد فسألته فقلت رحمك الله من انت فقال انا رسول من يجيب المضطر اذا دعاه الله تعالى اجاب هذا الرجل وفرج عنه همه وكشف عنه غمه بسبب ركعتين لجأ فيهما الى الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله كان دائما يأتي البيت الحرام الكعبة ويصلي فلما جاء ابو جهل في ذلك الوقت اتكلم مع اصحابه امازال محمد يمرغ رأسه في التراب قالوا نعم والله لا ادوسن اليوم على وجهه فلما اراد ان يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلما دنى من النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يدوس على رأسه فاذا به يرتد الى الخلف مثل الصاعقة تصيب الانسان ارتد الى الخلف فتعجب الناس ما به الذين ينظرون الى ابي جهل قالوا له ويحك ما لك قال لقد رأيت هولا ونارا واجنح هولا ونارا واجنح الله ارسل الملائكة تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو فليدعو نادية نادية هم الجماعة الشلة كما يقول المصاروة الشلة ثلة الشلة اصلها ثلة يدعو نادية جماعته سندعو الزباني الملائكة العظام كلا لا تطه واسجد واقترب اسجد واقترب فانه الله لن يمسك ففي هذا الحديث جريج عالم انه اخطأ وان ما اتاه من البلاء الا من قبل خطأ فرجع الى ربه بماذا بركعتين او باي شيء كانوا يصلون به في تلك الايام فصلى فتوضأ وصلى وهنا حدث ما لم يكن بالحسبان حدث الشيء ليس بالعادة النظر اليه رأوه جميعهم ينطلق الى ذلك الصبي الرديع ويقول له من ابوك لو فعل هذا الامر احدنا اليوم لعد مجنونا ولا شك انه عد مجنونا في تلك الجلسة امام القاضي والحاكم لعلهم قالوا انه قد اصابه جن او مس ما به يذهب الى صبي وقد اصابه ما اصاب مريم عندما اشارت الى عيسى فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي ذهب الى الغلام وطعنه في رواية باصبعه وقال يا غلام شوء الكلام بالله عليك من ابوك بالله عليك من ابوك فنطق الغلام صبي صغير فنطق وقال ابو الراعي قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية غير الصحيحين قال فسبح الناس وتعجبوا وكبروا عندنا له ان ينطق بمثل هذا فعلم الناس انهم اخطأوا في حق جريج وانهم ظلموه وانهم سارعوا في الحكم عليه بغير حق فكشف الله عنه تلك التهمة عندئذ قال الملك سنبني صومعتك من ذهب سنبني صومعتك التي كسرنا من ذهب قال لا ابنوها من طين فقط ابنوها من طين كما كانت فبنوا له صومعته وعاد يعبد ربه سبحانه تعالى على ما كان عليه من قبل نعود الى شيء مهم ايضا وهو الفائدة الخامسة عشرة نار جريجا يقول النبي صلى الله عليه سلم يصف لنا حاله فلما بنوا صومعته تبسم قالوا مما تبتسم قالت ذكرت دعوة امي قد دعتها علي وهنا فائدة وهي الفائدة الخامسة عشر كما ذكرت تعظيم بر الوالدين تعظيم طاعة الوالدين انه لا يجوز لأي مسلم ان يقدم شأنه على شأن الوالدين فانظر كيف ابتل الله عز وجل جريجا العابد وما ادرك ما عبادته ابتلاه بسبب دعاء الوالدة عليه لانه لم يجب امرها ولم يجب دعوتها فالمسلم عليه ان يحرص على التماس رضاهما واحذر ايها الشاب احذري ايتها الشاب من انت يبيت احدكما ووالداه عليه صاخطا والداه او احدهما عليه صاخطا لعل هذا اليوم او هذه الليلة هي اخر لياليك في هذه الدنيا فتموت ووالدك او والدتك غضبان او غضبانة عليك لا سارع الى كسب رضاهما سارع الى الاستسماحهما وطلب العفو منهما في هذه القصة اذا فيها بيان منزلة الوالدين كذلك هناك فائدة السادسة عشرة وهو ان العاصي لا حرمة له العاصي لا حرمة له تذكرون كيف كان بنو اسرائيل يعظمون جريجا بل صار حديث الناس انظروا الى عبادته انظروا الى زهده انظروا الى صلاحه اذا صار مضرب المثل في ماذا في العبادة انظروا كيف تغير الحال يوم ظنوه قد فعل الفاحشة كيف نزل من اعين الناس كيف ذهبت هيبته وسقطت حرمته مما يدل على ان العاصي لا حرمة له الله تعالى الله تعالى يعطي الحرم لكل صالح تقي وينزع المهابة ويغرس المهانة في صدر كل فاجر شقي وأقرب لك المسألة بمسألة فقهية ارأيت الى هذه اليد لو قطعتها خطأ لأي انسان خطأ لو قطعتها خطأ لزمتك الدية او تدري ما دية اليد دية اليد نصف دية الانسان دية الانسان الف ذهب الف قطعة ذهبية قديما نصف دية الانسان تعطاها اليد خمسمائة دينار ذهبي انظر قيمتها قيمة نصف الانسان انظروا كيف عظمها الله انظروا كيف رفع قدرها هذه اليد التي عظمها الله هذه اليد التي لها مثل هذه القيمة نصف دية الانسان تذهب قيمتها متى اذا سرقت ربع دينار سبحان الله ديتها خمسمائة دينار تقطع من اجل ربع دينار اذا سرق الانسان ربع دينار ذهبي بمقدار ما يعادل في ايامنا هذه اربعمائة الف او ما يقارب ذلك لست متأقنا من المقابل المؤمن انسان لو سارق مثل هذا المبلغ تقطع يده مع انها ديتها خمسمائة دينار ذهبي وبعض الادباء للأسف الذين ابتعدوا عن الشرع هناك بعض الادباء ابتعدوا عن الشريعة كاب العلاء المعري اراد ان يقذف هذه الشريعة بالتناقض فقال يد وديت اي دفع ديتها يد وديت بخمسمائين عسجد العسجد هو الذهب يد وديت بخمسمائين عسجد ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا التسليم له ونعوذ بالله من العاري او تدري كيف رد عليه العلماء قالوا لما كانت اليد لما كانت امينة كانت ثمينة ولما خانت هانت يد وديت بخمسمائين عسجد لكنها قطعت في ربع دينار عظمة الدم اعلاها وارخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري يعني الانسان لابد ان ينظر قيمتنا متى تكون اذا رعينا شرع الله اذا رعينا احكام الله الله يرفع قدرنا وينصرنا ويؤيدنا لكن ان خالفنا شرعه وان ابتعدنا عن هديه وان ابتعدنا عن النور الذي انزله الينا عندئذ نكون لا قيمة لنا ونكون ارخص شيء على هذه الارض فعلى المسلم ان يتسلح بالايمان بالعمل الصالح حتى يكون عند الله غالية ويكون شأنه عالية ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعيدنا الى رجدنا وان يكشف كربنا وان يصلح قلبنا وان ينير دربنا انه وري ذلك وقادر عليه اكتفي في هذا المجلس بهذا ونسأل الله تعالى ان يتمم لنا اكمال هذه السلسلة المباركة ان شاء الله فموعدنا لاحقا واكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا